اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين فيديو جديد من شركة بوابة نون حي النهضة شارع سلمان الفارس والفيديو ده مخصوص للناس اللي دخل جديد عندي القناة شرفتوني ونورتوني طبعا في كومنتاج كتير جاتني بعد البس الأخير عن المكان ومكانه فين وكده وبيسألوا على حاجات يعني معينة فحبيت ان انا نزل لكم فيديو تاني من المكان انا صورته لما كنت بصور في وكمان كان في كومنت جاني عايزين اصور لهم اكواب الشاي فصورتها طبعا في كومنتات تاني جاتني برضو بس كنت صورته وطلعت فبعتذر ليكم اي طلب طلبته او اي حاجة هناك حايزين انا نركز عليها انا خلاص يعني واخدى الكومنت بتاعكم كده سكرين علشان ان شاء الله اول ما روح هصوره لكم تمام كده عندهم بقى اعروض على الاطباق السيراميك بتلاتة ريال والزبديات بريالين كنت نزلتها برضو في البس هتلاقوها في اول البس اطباق حلوة جدا سيراميك ومنوعة يعني ما شاء الله عندهم برضو المجات شايفين الاطباق تحفة 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 شايفين الالوان دي حلوة اوي اوي بصراحة جميلة مع ان يعني الناس اللي بتابعاني من زمني يعرفين ان انا فضل الملمين اكتر لكن بصراحة السيراميك هنا يخطف يعني جميل جميل ما شاء الله شايفين بقى الجمال اشكال والوان هتلاقوا حاجات كتير قوي قوي عندهم كله على خمسة خمسة وسبعين برضو في ناس بتسأل عن السعر زي ما قلت الناس الجديدة فبتبقاش عارف السعر وبتبقاش عارف مثلا ما كان فيه ايه وكده اسعارهم على خمسة خمسة وسبعين وعلى 11 ونص كمان بيعملوا عروض باسعار تانية مختلفة كانت عروضهم الاول يوم التلاتة ويوم الاربعة دلوقتي خلاص العروض بتبقى يعني وقت ما بتجهز خلاص هي بتنزل فاي وقت بتلاقي عروضهم ما شاء الله هم متجددين دايما شايفين بقى الصواني المراية دي تحفة الوان مختلفة وبرضو موديلات مختلفة على خمسة خمسة وسبعين برضو عندهم الصواني عندهم الصواني الملامين صواني التقديم عندهم الملامين كتير جدا جدا ما شاء الله تشكيلة كبيرة وخامة الملامين جميلة جميلة متقلقوش منها وتقيلة مش خفيفة ولا اي حاجة خالص اغلبكم خلاص يعني اغلب الناس اللي بتشوف فيديوهات راحوا هناك وشافوا الحاجة بنفسهم معارفين ان انا يعني الحمد لله مش بقول حاجة غير فعلا صدقة فيها الملامين هناك روعة وتقيل جميل جدا خصوصا ان الاسعار فعلا مميزة عن اي مكان تاني 11.5 وخمسة خمسة وسبعين فيه في اماكن تانية الاحجام الكبيرة لها اسعار تانية مختلفة يعني هتلاقي مثلا الصغير على خمسة خمسة وسبعين الكبيرة هتلاقي مثلا بطمانتاشر وفيه بثنين ومعشرين وفيه بخمستاشر وفيه بسبعتاشر لا هم خلاص خمسة خمسة وسبعين واحتاشر ونصر شايفين الملامين بصراحة جودته حلوة قوي قوي اشكال مختلفة برضو ده جميل جميل ده طقم كامل الصينية دي منها طقم كامل منها الاطباق ومنها الزبديات ومنها كل حاجة يعني شايفين برضو الصينية دي حلوة قوي علوانها برضو جميلة مشي مع بعضها خالص متنسك جميلة برضو ده طقم كامل شايفين اللي انا كنت بقول عليه ده منه طقم كامل تقدر يتشكلي عندك برضو الصواني دي كده لما احتها وانا هناك فمصورتاش قبل كده بصراحة الصواني دي تقيلة قوي وجميلة على فكرة يعني من الحاجة اللي تستحمل وتقعد معاك في المطبخ في منها لونين فيه اللون البينك وفيه اللون الابيض عندك بقى الصواني دي الصواني ستار بوكس دي في منها اشكال كتير مختلفة شايفين اشكال كتير هي خشبية طبعا عندك اولب الفرن اولب الكيك ما تقلقش منها صدقيني حلوة صحيح هي رخيصة فرخيصة الباحث بيقلق منه لكن ما تقلقش منها خالص تدخل الفرن يعني انا مسكتها بنفسي فيه حاجات خفيفة وفيه حاجات حلوة الخفيفة حطي بس فيها ورق زبدة ودخليها الفرن عادي خالص مش هحصل لها اي حاجة وكمان عرافي كده ان هي ما بتتحملش الحرارة يعني زبطي الفرن عاليا اللي قالب ده برضو حلوة قوي قوي جودته حلوة وفيه واحد تاني اه لاتنين دول كده حلوين تقال اصلا يعني هم مواضحين في الصورة تقال ويتحملوا زي ما بقولك بس انت كده من اول مرة يعني وانت بتسوي فيها خلي بالك من الفرن وخليك مهدية الفرن بدل ايه ما الحاجة تتحرق منك خلص كده انت هتفهميها يعني وهتفهمي زكاتي بتحتاج نار عالية نار هادية وهتزبطي الدنيا عندك برضو ده تمريات اتنين مع بعض الزجاجية اتنين مع بعض الاتنين مع بعض شايفين جميلة الاتنين مع بعض على خمسة خمسة وسبعين تمام على خمسة خمسة وسبعين فيه كمان دي دي واحدة بس وده هنا اتنين سكريات سكريات حلوة اوي شكلها جميل اكواب الشاي بقى تعالوا بقى اتفرجوا على تشكيلة كده انا صورت لكم تشكيلة كده حلوة يارب تعجبكم بجد جاني الكومنت عشان اصور اكواب الشاي فصدقوني اول ما ما روحت هناك انا راح اصلا عشان اصورها بس قلت ايه خلينا اصور برضو للناس اللي بتبقى دخلة جديد وعايزة تاخد فكرة برضو في البس انا مركزتش على كل حاجة دول تلاتة كده مع بعض على خمسة خمسة وسبعين تلاتة مع بعض طبعا فيه اطقم خمسة وفيه اطقم ستة يعني مختلفين دي للعصير طبعا شايفين مدرج ازاي ما صورتش عصير كتير اللي جاء قدامي بس كده بس انا كنت مركزة على الشاي اكتر جميلة الاساس بتاعها حلو قوي دول ستة عشان صغيرين حجم صغير دول كده ستة مع بعض شايفين اشكال كتير كتير قوي يعني مهما صورت هتشوفوا دلوقتي كمية الاكواب سواء اكواب شاهي او اكواب عصير كتير جدا شايفين السغنانة الحلوة دي دي شاي قهوة ما يشكر له شايفين كمية قد ايه كتير جدا بس يعني حبيت اجيب لكو ايه يعني نبزة كده صغيرة عن الحاجة اللي موجودة هناك اللي عليها الورقة اللي لونها ازرع دي بصراحة لاحست ان الازاز بتاعها حلو قوي قوي كمان يعني الشركة دي خلكوا عارفينها دول كده خمسة دول خمسة من ستة دول خمسة عنديك دي برضو حلوة قوي قوي للمطبخ وخمتها حلوة ما هياش خفيفة قوي لأ خمتها حلوة دي كده علشان يعني الحاجات بقى المقلية وكده اني تي تصفيها والناجتس والكلام ده كله جميلة في المطبخ دول تلاتة مع بعض دول اتنين مع بعض دي اكواب عاملة زي اكواب عصير القصد كبيرة يعني عندك بقى في كل الاقسام كل حاجة موجودة عندك الاكواب اللي هي الورائيات وعندك الاصدير كل حاجة كل حاجة تلاقيه متوفرة هناك منظفات اكياس يعني مش عايز انسى حاجة المكان شامل شامل كل حاجة بصراحة على خمسة خمسة وسبعين وعلى احداشر ونص شايفين كمان عيلة بالمكسرات دي روعة جميلة جميلة وخصوصا الحجم الكبير انا حبيت الحجم الكبير اكتر بصراحة رغم ان انا في الاول لما اخدت اخدت من الصغير ده اخدت من كل موديل اخدت من واحدة جميلة يعني مكسرات بقى ان انت تحفظي برضو فيها حلويات كده متبقية من اولاد يعني برضو لها اكتر من استعمال اهم حاجة كل حاجة تحطيها فيها نواشف عندهم برضو الترامس عندهم قولوا معايا عندهم الحفزات اللي ممكن تحطي فيها على عصيرة علشان شهر رمضان باذن الله عندهم قسم كامل للالمونيوم يعني كل حاجة تلاقيه هناك متوفرة ده على احداشر ونص ده على احداشر ونص في حاجات على خمسة خمسة وسبعين يعني مش كاملة يعني مش كل حاجة على احداشر ونص فيه احجام الصغارة هتلاقيه على خمسة خمسة وسبعين والاحجام الكبيرة هتلاقيه على احداشر ونص السغيرة على خمسة خمسة وسبعين والكبيرة شوية على احداشر ونص من الحلال اللي موجودة قدامنا دي دلوقتي فيه نوع تاني يعني شركات مختلفة دي تقيلة بصراحة تقيلة وجميلة دي حتى الاطباق وهتلاقي كمان من داخل العروض عروض يعني اتنين مع بعض كده على خمسة خمسة وسبعين كمان الملمين فيه عروض كتير قوي يعني هتلاقي الاربعة وهتلاقي التلاتة من الاحجام الصغيرة على خمسة خمسة وسبعين برضو من الصين اللي موجود هناك طبعا اي طبقة هتلاقيه على خمسة خمسة وسبعين صغير كبير خلاص احنا ماتفقين على خمسة خمسة وسبعين اطباق ما فيش حاجة هناك على احداشر ونص الزبديات لاتنين مع بعض على خمسة خمسة وسبعين بتقدري تشكلي بقى وتعملي كده طقمة كده متكامل عندك في المطباق آآ يعني مش هيكلفت كتير ما شاء الله لو فضلت يعني اعرض في الاطباق كتير كتير قوي شفتوا معي برضو في البس حاجات كتيرة آآ والحاجات اللي هي الاخيرة اللي نزلت وكده كتير ما شاء الله على خمسة خمسة وسبعين كل الاحجام على خمسة خمسة وسبعين شايفين دا وجماله الاتنين مع بعض على خمسة خمسة وسبعين ده ملا مين يا جماعة وده كبير برضو على خمسة خمسة وسبعين الدول الاربعة مع بعض على خمسة خمسة وسبعين عندك الاطباق دي لها غطى برضو على خمسة خمسة وسبعين اتمنى ما كنش طولت عليكم الفيديو علشان الناس اللي بتدخل عندي جديد ما بيكونوش شافوا الفيديوهات القديمة وما يكونوش يعني متابعنا كمان عشان الناس اللي مثلا بتطلب حاجة وصورها لهم فما ينفعش ان انا نزلها بس هي مجرد هي بس كده فمش هتنفع انها نزلها دقيقة او دقيقتين اه يا رب تكونوا فاهميني وما تتضيقوش مني ان انا نزلت فيديوهات كتير